جوع مرض وانعدام أمن ثلاثي يهدد اليمنيين ويفقدهم القدرة على العيش وتحمل صعوبات الحياة هذا ما تؤكده منظمة أوكسفام الدولية بإحصائية أوكسفام خلفت الحرب المندلعة منذ أكثر من عامين قرابة خمسة آلاف قتيل من المدنيين كما أدت الحرب إلى فقدان العاملين المدنيين إلى رواتبهم وتزداد ماساتهم مع انعدام فرص الحصول على عمل في ظل التدمير الكبير الذي طال الاقتصاد المحلي تقدر تلك الإحصائيات حاجة أكثر من ثمانية عشر مليون يمني للمساعدة الإنسانية من الغذاء ومياه الشرب الآمنة والمرافق الصحية عشرة مليون منهم في خانة المساعدة العاجلة وبداخل خانة المساعدة العاجلة يوجد عشرة ملايين طفل بحاجة ماسة للرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الملائم حسب تقديرات منظمة اليونسيف وتتضاعف مأساة النازحين الأكثر تضررا من الأحداث الجارية حيث تؤكد وكسفام تراكم النفايات في الشوارع في ظل غياب خدمات الصرف الصحي التي عملت الحرب على تدميرها التدهور الحاصل في أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي عمل على تفش سريع لمرض الكوليرا والتي تحذر وكسفام من انتشار مضاعف له مع حلول موسم الأمطار المتوقعه طوله الأيام المقبلة كيف يمكن لليمن أن يتحمل كل ما يحدث له قبل أن ينهار تتسأل أكسفام التي تقول إن الحرب في اليمن لم تشن إلا لإيذاء أكبر عدد من اليمنيين الذين أضعفهم الحرب والجوع ترجمة نانسي قنقر